جورهم الدفعة الأولى من مهجري درعا وضواحيها وصلت إلى قلعة المضيق الواقعة في ريف حماس شمالي الغربي مساء الأحد وذلك بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان القافلة التي انطلقت من أطراف مدينة درعا ضمت تسعة حافلات وسيارتي إسعاف حملت على متنها نحو أربعمائة وثلاثين مدنيا ومسلحا ومن المرتقب أن تنطلق حافلات أخرى حالما يجري الانتهاء من تحضيرها حيث من المرجح أن تبلغ عدد الحافلات نحو عشرين حافلة تقل نحو ألف واربعمائة شخص على صعيد آخر أكد مصدر عسكري أردني لوكالة فرانس بريس إن كل السوريين النازحين قرب الحدود مع الأردن والذين بلغ عددهم مطلع الشهر الجاري خمسة وتسعين ألفا عادوا إلى الداخل السوري وإن أزمة النازحين انتهت كليا بعد استقرار الأوضاع الأمنية على حد وصفها إلى ذلك قال الهلال الأحمر السوري في بيان إن قافلة مساعدات إنسانية وصلت إلى بلدتين نصيب وأم المياذن في محافظة درعه والتي تخضع لسيطرة النظام بالتوازي مع ذلك لا تزال منطقة مثلث الموت تشهد استمراراً لعمليات القصف الجوي والصاروخي المكثف حيث تواصل الطائرات الحربية والمروحيات استهدافها بالغارات والبراميل المتفجرة على أماكن في بلدتي عقربة والمال وتل المال وتل الحارة الواقعة في أقصى الشمال الغربي من محافظة درعه المرصد السوري أفاد بسيطرة قوات النظام على بلدة الطيحة الواقعة في أقصى في درع الشمالي الغربي بالإضافة إلى السيطرة على بلدة الزمرين الواقعة في منطقة مثلث الموت أيضاً شمال غرب درع إلى ذلك أكدت صفحات موالية للنظام مقتل اللواء ركان دياب قائد الفوج 137 وثلاثة عناصر معها خلال المعارك في بلدة مسحرة ضمن حملة النظام التي أطلقها أمس في القنيترة بينما أكد ناشطون في المنطقة مقتل وجرح العشرات من العناصر التي تحاول التقدم تحت غطاء جوي ومدفعي وصاروخي عنيف جداً ترجمة نانسي قنقر